بعد استهداف حافتار مركزاً لئواء المهاجرين في تجورة ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات منهم توالت ردود الأفعال الدولية المنددة بالهجوم حيث دعى الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتريش إلى فتح تحقيق مستقل لضمان تقديم الجنات إلى العدالة ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى الحوار السياسي المبعوث الأممي غسن سلم بدوره دان القصف الجوي الغادر ضد مركز الإيواء والذي يرقى حسب رأيه إلى مستوى جرائم الحرب ودعا المجتمع الدولي لإدانة هذه الجريمة وإلى تطبيق العقوبات الملائمة على من أمر ونفذ وسلح هذه العملية بما يناقض القانون الإنساني الدولي وأبسط الأعراف والقيم الإنسانية الاتحاد الأوروبي من جهته أكد أن هذا الهجوم يظهر الحاجة إلى وقف إطلاق النار في ليبيا وأشار إلى أنه سيواصل دعم المبعوث الأممي إلى ليبيا غسن سلاما من أجل التوصل إلى تسوية سياسية وطالب أطراف النزاع باحترام القانون الإنساني الدولي والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط جامعة الدول العربية هي الأخرى ذانت القصفة واشددت على ضرورة تجنيب المدنيين تدعيات أعمال العنف المستمرة حول العاصمة ترابلس وطالبت بالخفض الفوري للتصعيد وإيقاف العمليات العسكرية التي دخلت شهرها الرابع والعودة إلى المسار السياسي للوصول إلى تسوية شاملة ودائمة للأزمة في ليبيا ولضمان محاسبة المسؤولين عن الجريمة المروعة طلب الاتحاد الأفريقي من جهاته بإجراء تحقيق مستقل وكرر دعوته إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وضمان حماية المدنيين بمن فيهم المهاجرون المحتجزون داخل مراكز الإيواء وحثا على وقف الأعمال العدائية والعودة إلى طاولة المفاوضات فرنسا التي لطالما دعمت حفتر يبدو أنها اعترفت أخيرا بأن ما فعله هذا الأخير هو هجوم عسكري على العاصمة ترابلس حيث دانت قصفه لمركز إيواء المهاجرين للمرة الثانية ودعت إلى وقف التصعيد فورا وإنهاء القتال وطالبت باستئناف العملية السياسية على وجه السرعة تحت إشراف الأمم المتحدة إيطاليا كانت أكثر صرامة من جارتها فرنسا ووجهت أصابع الاتهام مباشرة إلى خليفة حفتر وحملته مسؤولية قصف مركز إيواء المهاجرين ونبهت داعميه الذين يسعون للحفاظ على مصالحهم الاقتصادية كما طالبت المجتمع الدولي بالتدخل لدعم حكومة الوفاق الوطني في ترابلس كونها الحكومة المعترفة بها دوليا المنظمات الدولية دانت القصف الذي استهدف مركز إيواء المهاجرين وفي بيان مشترك دعت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية إلى وضع حد فوري لاحتجاز المهاجرين واللاجئين وضمان حمايتهم في ليبيا وأشارتا إلى أن أحدثيات مراكز الإيواء في ترابلس معروفة جيدا لدى المقاتلين ترجمة نانسي قنقر